مغيبون قصراً في أقبية سجون حكومات تدعي حرصها على حرية وكرامة العراقيين ما يقرب من 15 ألف عراقيين اختطفوا خلال السنوات الخمس الأخيرة على يد القوات الحكومية وميليشيات الحشد ولا يعلم حتى الآن مصيرهم بحسب بيانات لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وبحسب اللجنة ذاتها فإن ملف المغيبين قصرياً بات يتضخم مع اكتشاف أعداد جديدة من المختطفين الذين صنفوا كمغيبين بعد مرور خمس سنوات على اختطافهم معلومة يؤكدها أعضاء في مجلس محافظة الأنبار إذ يكشفون عن أن هناك 2800 مختطف من أبناء المحافظة ما زالوا مغيبين فضلاً عن آلاف آخرين غير مسجلين في السجلات الرسمية على الرغم من اختطافهم من داخل مدن الأنبار أثناء الحرب على تنظيم الدولة أغلب المغيبين قصراً بحسب البيانات الحكومية ينتمون إلى محافظتي الأنبار وصلاح الدين وهم محتجزون لدى فصائل ميليشيات الحشد كما أن أغلب المغيبين في نينوى محتجزون لدى سلطات كردستان العراق وبرغم المحاولات المتواصلة من أهالي هؤلاء المغيبين لمعرفة مصيرهم إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل لمبالات حكومية أو ربما إصرار حكومي على حماية ميليشيات الحشد من أي مساءلة قانونية محتملة لسيما أن الإخفاء القصري بحسب قواعد القانون الدولي يعد جريمة ضد الإنسانية مفوضية حقوق الإنسان في العراق من جهتها أكدت أن آلاف العراقيين اختفوا أثناء مرورهم عبر مفارز أمنية تديرها ميليشيات مسلحة ليفتح ذلك الباب أمام تساؤلات مشروعة عن الدور الذي تلعبه تلك الميليشيات في العراق وبخاصة في محافظات غربي وشمالي العراق ناهيك عن محاولات الحكومة توفيق أوضاعها ودمجها في القوات الحكومية لتتحول تلك القوات تدريجيا إلى ميليشيات طائفية موالية لإيران وليصبح العراق بذلك مستعمرة إيرانية خالصة